كان الملك دائما ينظر إلى حال خادمه السعيد وكان يتعجب كثيرا فهو ملك عظيم وغني ويمتلك أموال كثيرة وقصور فخمة وخدما وحشما ومع ذلك يعيش في كذر وهم وغم ولا يشعر بالسعادة أبدا فكيف يعيش هذا الخادم الفقير في سعادة وهنا في يوم قرر الملك أن يخرج عن صمته فجاء بالوزير وسأله ما بالخادم سعيدا هكذا وهو لا يملك قوة يومه فقال له الوزير جرب معه قصة التسعة وتسعين سأله الملك وما هذه القصة فقال الوزير قم بوضع تسعة وتسعين دينارا عند بابه في الليل واطرق الباب وقف راقب ماذا سيفعل من بعيد دون أن يلاحظ ذلك الفقير وفعلا فعل الملك ما قاله الوزير خرج الخادم وجد الدنانير عدها فوجدها تسعة وتسعين دينار قال في نفسه لا بد أن الدينار الباقي وقع في الخارج فخرج هو وأهل بيته يبحثون عن الدينار المفقود لكنهم عجزوا عن إيجاده فغضب الخادم كثيرا لذلك وعندما جاء اليوم التالي ذهب إلى الملك حابس الوجه متكدر المزاج ناقما على حاله وسوء حظه وقتها فقط فهم الملك معنى التسعة وتسعين أي إننا ننسى تسعة وتسعين نعمة وهبنا الله إياها ونقضي حياتنا كلها نبحث عن نعمة مفقودة نعمة لم يقدرها الله لنا فلماذا نبحث عن هذه النعمة المفقودة؟ للأخبار